على أبواب محافظة صعدة المعقل الرئيس للحوثيين تخوض قوات الشرعية في اليمن معارك طاحنة تتكبد فيها ميليشيا الحوثي خسائر كبيرة ويعلن الجيش اليمني سيطرته على جبال أضيق الاستراتيجية الجيش مدعوما بطائرات التحالف العربي قام بعمليات تمشيط لمناطق الميمنة والقلب والميسرة ضمن جبال أضيق بعد هروب الميليشيات الحوثية كما حررت قوات الجيش مواقع خلف جبال البقع بالتزام مع السيطرة على مناطق جديدة في مديرية كتاف من جنيبها أغارت مقاتلات التحالف العربي على مواقع الحوثيين في منطقتين آل عمار والمهاذر في مديرية سحار وفي مدينة صعدة في حين قصفت مدفعية الجيش وقوات سعودية مرابطة على الحدود مواقع الميليشيات في مديريات رازح وغمر ومنبه قبالة جازان في المقابل وعلى جبهة تعز أجبر الحوثيون أكثر من أربعمائة أسرة على ترك منازلهم ومغادرة قرية السميدد جنوب شرقي تعز تحت تهديد السلاح حيث أفاد مواطنون أن ميليشي الحوثي أطلقوا النار على المنازل وأحرقوا بعضها ما دفع السكان إلى مغادرة القرية مشيا باتجاه مناطق تتمركز فيها قوات الشرعية لم يكتفي الحوثيون بذلك بل هاجموا قوات الشرعية في محاولة لاستعادة السيطرة على قلعة لوزم شرق تعز هجوم صدته قوات الجيش مكبدة للكوثيين خسائر في الأرواح والمعدات